الجناح القطري هو الجناح الأول يلي رح نتعرف عليه بجولتنا داخل أكسبو قطر 2023 المخصص للبستنة والاستدامة الجناح القطري يلي بيضم العديد من المراحل يلي بتساعد على توعية الناس على أهمية الاهتمام بيئة البيئة والاهتمام بالزراعة والحفاظ على الطاقة النظيفة والبديلة من أهم أهدف أكسبو قطر هو محاربة التصحر والتغير المناخي يلي شهد بآخر مئة سنة تغير كتير كبير على كل الصعود انبعاثات ثانية أكسيد الكربون هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ العالمي طبعا من بداية 1750 لغاية 1850 تقريبا شي مئة سنة انبعاثات الكربون جدا زادت بنسبة كبيرة واليوم بسنة 2023 فقدنا مساحات غطاء الغابات بنسبة 15 بليون الزراعة الزكية يلي بتعتمد على الزراعة بشكل عمودي لا تقليص الاعتماد على المي بشكل كتير كبير العاصم القطرية الدوحة يلي عم تطلع دائما لتكون عاصم صديقة للبيئة اعتمدت بمشارب على كل أنواع الطاقة البديلة اليوم بإكسبو قطر 2030 هالنموزج بدل على المدينة المستقبلية يلي حتكون مدينة صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة من الرياح والطاقة من الشمس إضافة إلى تجميع مياه الأمطار لاستخدامها بالزراعة المستدامة يلي كنا عم نتحدث عنها من شوي طبعا تصميم جناح قطر المعماري تصميم الجناح كله تقريبا ألف متر مربع مقسمة إلى مبنى مساحته 900 متر مربع والحديقة مساحتها 300 متر مربع الجنيح القطري هو نموزج لما يجب أن تكون عليه المدن بالمستقبل قطر يلي بدأت تطبق هالنموزج بعدد من الأماكن بالعاصم القطرية ومنهم منطقة مشارب بوسط البلد ومن العاصم القطرية الدوحة مروان خدرة صبحي قبلاوي أم تيفي